موسيقى مهاج السنة للدراسات والبحوث يقدم بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة برنامج كذي سنتعرض فيها وفي حلقات قادمة إن شاء الله حول تدليس قام به المذكور وبتر وتلاعب بروايات تاريخية حاول أن يطعن به كعادته وهذا المذكور كأنه ليس هديه عمل إلا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها المهم أننا سنتعرض إلى كشف بتر قبيح وتدليس شنيع قام به المذكور ليطعن على أم المؤمنين كعادته في موقعة الجمل يعني اتخاذ هذه الطريق وهي طريق البتر والتلاعب الرواية التاريخية لكي توصل فكرة معينة أو لكي تخفي شيئاً ما عن أعين القراء هذه أعتقد أنها لا يرضى بها كل منصف محقق وباحث متأمل سواء كان من الطرف الأول أو الطرف الثاني سنياً كان أو الشعي ما الأمر؟ أقام المذكور في كتابه الفاحش الذي ملأه سباً وشتماً بنقى الرواية تاريخية عن الإمام الطبري رحمه الله رواية تاريخية من تاريخ الطبري وهذه رواية نحن لم نحتج بها إنما هو الذي ذكرها في سياق طعنه على أم المؤمن رضي الله عنها وارضاها سنشاهد الوثيقة من كتابه ونعلق على موطن البتر بمشيئة الله فلنشاهد سوياً نلاحظ هنا في كتابه الفاحش في صفحة 267 تحت الفصل الثاني جاء بكلام طويل ثم قال وفي هذا روا الطبري وأقبل حكيم بن جبلة وقد خرج وهو على الخيل فانشب القتال وأشرع أصحاب عائش رضي الله عنها رماحهم ثم وضع قوسين كما تشاهدون وضع قوسين ونقاط ثم قال وغدا حكيم بن جبلة وهو يبربر وفي يده الرمح إلى آخر كلامه والسؤال الذي نطرحه على الجميع سنة وشيعة لماذا قام المذكور بوضع هذين القوسين ووضع نقاط ولم يكمل النص الذي بين الفقرتين ما الذي دعاه إلى هذا إذا كان يريد فقط أن يستخرج موطن الساب كان يستطيع أن يأتي بآخرها آخر الرواية فقط أما أنه جاء بما قبل وما بعد ووضع قوسين ثم نقاط هل هناك كلام في الرواية يريد أن يخفيه عن أعين القراء ما هو السبب الذي جعله يقع في هذه الكارثة وأعيد السؤال هل هذا الذي فعله مجرد يعني كما قد يقال ويلتمس له ويبرر له بأنه لا هو أراد فقط أن يضع موطن الشاهد ليس أنه بتر وما إلى ذلك أقول سيتضح هذا حينما نرى ونقرأ النص المبتور وأنتم ستحكمون هل فيه مصلحة في بتره هل هذا النص المبتور يناقض الدعوة التي يريد أن يثبتها أم لا سنشاهد سويا نرجع إلى كتاب تاريخ الطبري نفس المصدر الذي احتج به ونقرأ الرواية سويا نجد أن الإمام الطب رحمه الله في تاريخه الجزء الرابع صحر 166 طبعا باختلاف الطبعات في نفس الرواية يقول وأقبل حكيم طبعا هذا اللفظ يطلق أو هذا الاسم يعني هناك من يطلق باسم حكيم أو بلفظ حكيم هناك من يقول حكيم ويقول أنه هو الذي عليه الأكثر وقد خرج وهو على الخيل وأشرع أصحاب عائشة رضي الله عنها رماحهم وأمسكوا ليمسكوا فلم ينتهي ولم يثقات لهم الله أكبر إذن هذه الرواية التي جاء بها طبعا هذا البترة الأول وإلا سنجد أشياء كثير جدا ستحدث عنها إذن النقطة الأولى والبترة الأول الذي وقع فيه المذكور أنه بتر كلمة وأمسكوا ليمسكوا فلم ينتهي ولم يثقات له ما معنى هذا النص ما معنى هذا اللفظ وهل فيه مصلحة نعم فيه إثبات أن أصحاب أم الممنع رضي الله عنها حينما جاء حكيم وهو على الخيل أو أشرع أصحاب عائشة رماحهم بعد ذلك أمسكوا أمسكوا أي أمسكوا عن القتال ليمسك الطرف الآخر عن القتال أي أن أصحاب عائشة أمسكوا من أجل أن الطرف الآخر يمسك عن القتال ومع أنهم فعلوا هذا الفعل إلا أن الطرف الآخر أو بعضهم قال فلم ينتهي أي مع أنهم أمسكوا عن قتالهم إلا أن الطرف الآخر لم يثني لم يثنيه هذا الفعل ولم ينتهي وقاتلهم إذن هذه رواة جاء هو واحتج بها ولم نأتي بها نحن هي نفسها تثبت بأن أصحاب أم المؤمنين أمسكوا فإذن هذا فيه دلالة لم يكن يحب المذكور أن يلفت وأراد أن يبترها إذن هناك مصلحة من بتر هذا اللفظ لأن فيه ثناء على أصحاب أم المن عائشة بما فعلوه من عدم الرغبة والتحريض فيه أو البدء في القتال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر